تحاول ميليشيا الحوثي استغلال حالة الهدنة السارية منذ الثلاثاء الماضي فالأنباء الواردة من الحديدة ومناطق الاشتباك في عدة محافظات تشير إلى خروقات مارسها الحوثي من طرف واحد من مساء يوم أمس وإلى الآن ما زالت القذايف والمقذوفات والعير النارية ما زالت مستمرة على مدينة حيس وساكنها فعلى منطقة حيس بريف الحديدة شنت ميليشيا الحوثي قصفا عشوائيا على منازل المواطنين في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية قيام الحوثي بتبديل زي عناصره المسلحة بزي قوات أمن محلية في مدينة وميناء الحديدة استباقا لقدوم لجنة الإشراف الأممية وعلى هامش هدنة الحديدة تواصل ميليشيا الحوثي فتح معارك في جبهات مختلفة وقالت مصادر عسكرية في مأرب إن مواجهات اندلعت غرب المحافظة بعد محاولات تسلل نفذتها عناصر الحوثي ووفق المصادر فإن الجيش الوطني تصدى لهجمات الميليشيا بمديرية سرواح ودارت معارك عنيفة في تبة دحوان بعد هجوم على مواقع للجيش جنوب المدينة كانت قوات الجيش بمارب قد أحبطت توصول تعزيزات عسكرية للحوثي في مواقعه بوادي نوع بسرواح وأفادت مصادر ميدانية حدوث تدخل جوي من قبل طائرات التحالف ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف الحوثي في حجة فتحت ميليشيا الحوثي مواجهات عنيفة شرق مديرية حيران واتهمت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة الحوثي بشن هجوم على قرية العوجاء التي كان الجيش قد حررها منتصف الشهر الجاري من الحديدة إلى غرب مأربة إلى حجة تستمر ميليشيا الحوثي بارتكاب خروقات للهدنة الدولية فضلا عن استثمارها لتحقيق انتصارات في جبهات قتال أخرى وهو ما اعتبره مراقبون التفافا متعمدا على اتفاق السويد ترجمة نانسي قنقر